لو انت عايز تعرف سر مهم جدا من اسرار الرسم الواقعي والمتوازن لو انت شغوف بالرسم وعايز ترفع مهاراتك فيه لاعلى مستوى الفيديو ده هو الفيديو اللي انت كنت بتدور عليه في الداية الجاية هنتكلم عن النسب والابعاد في الرسم وازاي تطبقهم بشكل صحيح علشان تحسن مهاراتك وتخلي الرسماتك اكتر احترافية ان شاء الله في الجزء التاني من سلسلة لما انت مبتدأ وبس كده مش هطول عليكم اكتر من كده ويلا بينا على الشرح اول حاجة لازم تعرف يعني ايه نسب وابعاد اصلا النسب ببساطة جديدة كده هي العلاقة بين الاحجام المختلفة في الصورة وهي اصلا مشتق منها كلمة بالنسبة الى يعني مثلا لو رسمت انسان لازم تحفظ على نسب معينة بين الراس والجسم يعني المعناها هنا من الرقبة لغاية الحوض والايد والرجل والذراع والكف وكل الكلام ده عشان تحقق نسب طبيعية وصحيحة 100% وترسم نسمة جميلة ومتنسقة في قاعدة بسيطة جدا كده اسمها قاعدة التلت قاعدة التلت دي هي ان احنا لو قسمنا الجسم من الراس للحوض يعني من غير الرجل تلات اجزاء متساوية هنلاحظ تقريبا ان كل جزء منهم بيساوطوا للراس يعني لو قسمناها كده وإحنا مش بصين على الراس خالص نلاحظ ان احنا الخط بتاعنا جاء عند نهاية الراس بالزبط يعني ده معنا ان احنا نقدر نقول ان الراس بقت وحدة قياس لتقسيم الجسم او بالاخص الجزء ده من الجسم لما تيجي ترسم اي شكل هندسي لازم تكون عارف الابعاد النسبية بين اجزاءه يعني مثلا لو هترسم شكل هندسي زي المربع او المستطيل لازم تقسم الابعاد على حسب النسب الفلكية او الهندسية نقدر نقول اللي هتختارها او اللي موجودة في الصورة يعني لو المربع طول ضلعه اربعة سنتي يبقى كل اضلعه اطولهم هتبقى اربعة سنتي ده حاجة ثبتة وإحنا كلنا عارفينها من وإحنا اطفال يعني في ابتداء اما لو المستطيل فهتلاقي ان في علاقة نسبية معينة بين الطول والعرض مثلا الطول اربعة سنتي هيبقى مثلا العرض تمانية سنتي يبقى كده لما تيجي ترسم المستطيل ده يبقى دايما هتخلي العرض ضعف الطول ايا كانت ابعاد الورقة اللي انت هترسمها فيه تعريف تاني بيكون ليه علاقة بالجسم الكامل وهو تعريف محدد او زي قوانين الماس يعني بتكون ابعاد معينة للجسم ودي طبعا كلها ابعاد اكاديمية يعني مش كل الناس بتكون فيها الابعاد دي يعني عادي جدا كل بساطة ممكن تلاقي واحد من الراس للحض مش الراس مش تلت الجزء ده يعني من الاخر كده انت بتلاحز ان هو الابعاد دي اي نعم تقريبية لكن مش كل بتشتغل عليها تمام كمان في رسم الجسم الكامل حاول تشتغل علي الحديد النسب بشكل دقيق زي مثلا لو الطول الكلي تقريبا دايما بيكون او مش دايما يعني يعني عادة بيكون 7 اضعاف ونص 8 اضعاف 10 اضعاف ممكن توصل طول الراس يعني اهو ده لو طويل او يعني يعني مثلا لو طول الراس 7 سنتي طول الجسم كله من الراس للقدم او للرجل هيكون حوالي سبعين سنتي خمسة وتمانين سنتي ميت سنتي فهمين قصدي طبعا مفيش بني ادم سبعين سنتي بس احنا بنتكلم يعني نسبان او مفيش برضو راس طولها سبع سنتي كل الكل الكلام ده كله نسبان تمام تعالي بقى في الشغل العملي طبعا للفد ده كله كان كلام نظري بس اجي حاليا وقت التطبيق حرفان الموضوع سهل قوي ومش محتاج اي ادوات زيادة هو حرفان بس القلم اللي انت هترسم بيه هو ده اللي احنا نشتغل به اول خطوة ان انت تقسم الرسم هتبص عليها كده بنظرة الفنان هتاخد اول حاجة انت تبص كده عليها لازم تفسسها وتشوف العناصر اللي فيها وخلاص عملت كل ده يلا بنا على الشغل انت لو انت معاك ورقة ليها او نسخة ورقية ليها ده كويس لو مش معاك برضو تمام في طريقتين هما نفس الطريقة يعني بس علشان نقسم الورقة بس اللي اتنين مختلفين يعني لو انت معاك ورقة او انت مش معاك ورقة لو انت معاك ورقة هتجيب القلم بكل بساطة جيب المسطرة وتقسمها بالنص بالطول والعرض ونفس الكلام على التليفون بس الفرق الوحيد بس في الطريقة هو ان انت هتمنها على التطبيق بتاع التليفون بس خلاص هوا ده الفكرة كلها بعد ما عملت كده انت هتبتدي بقى تبص علي الخريطة اللي احنا رسمناها دي هي متعتبر خريطة نقدر نقوم وتفسس كل العناصر وتشوف كل عنصر هو فين على الخريطة يعني مثلا فيه تفاحة فيه جردل فيه مش عارف ايه هتبتدي تبص على التفاحة دي تشوف هي فين على الخريطة بعد ما شفته وفصصته وخلاص نبتدي في تعاليف بقى النسب او اللي احنا كنا بنشرحه نبتدي فيه هتمسك القلم وحاول يكون الفرق بين جسمك والورقة او جسمك والبتاع سابت او التليفون يعني وايدك كذلك يعني الفرق بين ايدك وجسمك والورقة او الرسمة سابت ما تغيروش خالص وما تغيروش مكان ايدك يعني لازم يكون عندك سابت عشان تعرف تعملها انا انا عن نفسي الصراحة الموضوع بيكون صعب اصلا بالنسبة لي ايدك والرسمة لازم يكونوا سابتين زي ما قلت وبرضه حاولت تخلي الرسمة سابتة ما تخليهاش تتحرك بعد ما عملت ده تاخد اول عنصر ماشي العنصر الكبير مثلا وتشوف طوله وعرضه هو ممكن يكون نالوش طوله وعرض بس على الاقل اطول حتة في الطول واطول حتة في العرض بالنسبة للقلم ومعلمه يعني انت هتشوف القلم مكتوب عليه اكيد حروف وكلام وعليه خطوط اكيد كل الكلام ده انت هتقدر ان انت هتقارن الاطول بتاعت الحاجات دي بالنسبة له بعدين هتشوف عنصر تاني وتعمل نفس الحاجة بالزبط وبس كده انت خلاص انت كده عملت النسب وتشوف بقى مثلا انت خلاص حفظت اماكن بداية ونهاية كل النسب بالنسبة لمعالم ورسومات الالم لكل العناصر وتقارنها بالعناصر التانية او بالعنصر التاني لو انت حفظت بتاع عنصر واحد وهتلاقي دايما فيها علاقة بينهم مثلا النص او الربو ممكن العلاقة دي تكون مختلفة تماما الطول مثلا النص والعرض هي هي مثلا او هو هو نفس العرض الحاجات دي هي اللي بتفرق بقى في الرسم وهو ده بكل بساطة النسب يعني الموضوع ببساطة كده بيتلخص في التطبيق اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي وتفتكر القواعد اللي احنا قلناها زي قواعد التلت والنسب الاساسية للاشكال المنتظمة الهندسية زي المربع استخدم محدد قياس زي طول الراس او المربع او الخط بتاع اللي مش عارف ايه في ايه دايما الحاجات دي هتلاقي ليها تكرارات او الحاجات قدها اصلا في حياتنا العملية بنستخدم النسب بشكل كبير قوي ايه مثلا يعني مثلا لما امك مثلا تحط لك كبات عصير هو تحط له كبات عصير تقعد تحطهم كده جنب بعض وتقارنهم هو ده بس الموضوع هو هي دي ان انت تقارن الحاجة بالحاجة اللي جنبيها ايه ولو طبقت وفهمت كل الكلام ده هتلاقي ان احنا مستوانا بيتطور مع الوقت وهتلاقي كمان ان الرسم بتاعك بيزداد طبيعية وواقعية لو انت بترسم طبيعة صمتة او منظر طبيعية هتلاقي ان الرسم بتاعك بيهعلى جدا كمان وطبعا الطبيعة الصمتة من اكتر الحاجات اللي بتطور مهارة النسب يعني انا دائماmers كنت بقولي الطبيعة الصمتة بتطور مهارة الرسم بس ما قلتش في ايه بالزبط اه هي هنا بقى هي بتطور مهارة النسب والاوتلاين كمان بس كده اتمنى يكون الفيديو عجبكم ولو عجبكم فعلا قطوا لايك ولو لست جديد في القناة فاشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد في القناة بتاعتنا وطبعا شاهد الفيديو اللي انا كنت نزلته في السلسلة اللي انت مفادئ هيزهر قدامك باللقاتي على الشاشة او في الاي وبس كده قولولي في الكومنتات على افكار تانية اعملها لكم وان شاء الله لقاكم في لقاء اخر وسلام اشتركوا في القناة